مشاهدون الكرام الآن يمكننا رؤية مركبة العودة لسفينة شنجو 12 وهي تعود إلى الأرض والآن تكون المركبة في منطقة فقدان الاتصال ويمكننا نراها بأجهزة مراقبة طويلة على الأرض الآن الدرجة الحرارة داخل المركبة حوالي 26 درجة مئوية وهي مناسبة والآن تحترق الطبقة المقاومة خارج المركبة ويتحمل رواد فضاء حوالي ثلاثة أو أربعة أضعاف من قوة الجاذبية خلال دخولهم الغلاف الجوي وخلال عملية العودة والحبوط يجرى الاتصال بين المركبة والمراكز المراقبة على الأرض الآن تم فتح المفتاح الرئيسي للعودة وخلال عملية دخول الغلاف الجوي يتم تخفيف سرعة المركبة إلى حوالي 20 متر في سانية على ارتفاع حوالي 15 متر قبل فتح الميضل وخلال هذه العملية يتم تخفيف سرعة بشكل تدريج لمنع شعور رواد بأدم ارتياح ويتم تأديل وضعية المركبة بشكل مناسب الآن خرجت المركبة من منطقة فقدان الاتصال ويمكننا رؤية المركبة وهي تدخل الغلاف الجوي بسرعة آلية والآن يمكننا أن نسمع المحادثات بين الرواد فضاء والآن والآن فتح الميضل للمركبة هذه هي الميضل الأولى وثم فتحت الميضل الرئيسية للمركبة هذه عملية حاسمة ومهمة لهبوط المركبة بعد فتح الميضل الرئيسية بعد فتح الميضل الرئيسية تؤاد هذه الميضل كبيرة جدا يمكننا رؤية المركبة من خلال أجهزة مراقبة ذوي وسمعنا أن الرواد فضاء يتحدثون بشكل مريح خلال أعمالية فتح الميضل يتم تخفيف سرعة المركبة بشكل كبير أعمالية فتح الميضل الرئيسية والآن سيارات سيارات البحث وإنقاذ تدجح إلى الموقع المتوقع لحبوط المركبة وخلال أعمالية سيارات تستلم فرق الإنقاذ البيانات الفورية من المركبة لتحديد موقع الخبوط ورغم من أن الرواد فضاء يتحملون قوة كبيرة أثناء فتح الميضل إلا أنهم يشعرون براها وطمئنان بعد فتح الميضل الآن تم فصل القاعد الواقع والمقاومة للحرارة من المركبة والآن تبعد المركبة عن الأرض بحوالي ستة كيلومترات سيارات يمكننا أن نسمع أن رواط فضاء أبلغ أنه تم تعديل وضعية كراسهم استعداداً للحبود. والآن نسمع رواط فضاء وهم يتحدثون حول الاستعدادات للحبود. والآن نسمع رواط فضاء وهم يتحدثون حول الاستعداد للحبود. والآن نسمع رواط فضاء للحبود. والآن تم تفريغ الأقود الزائد من المركبة. يمكننا رؤية الأقود الزائد تخرج من المركبة لطمان الحبود العامين. والآن نسمع رواط فضاء وهم يتحدثون حول الاستعداد للحبود. وهذه الأقود للمحارك لتحكم وضعية المركبة. ويبقى القليل من الوقود لمحارك التفعى العقسي عند الهبود فقط. في الوقت الحاضر تم فتحه من ظلة الهبوط وأبلغ رواد الفضاء بأنهم يشعرون بارتياح في هذه العملية المهمة. وطبعا تم تزيين المظلة بلونين بارزين وهما الأحمر والأبيض لرؤية واكتشاف موقع الهبوط بأكثر سهولة. وفي الوقت الحاضر كل البيانات تدل على أن عملية الهبوط تجري في الوقت الحاضر بصورة سلسة. وفرقة الإنقاذ والبحث تتسارع إلى موقع أو مواقع الهبوط المتوقعة. وطبعا هناك سمعنا أن هناك أربعة تنابؤات لمواقع الهبوط لكبسولة العودة وذلك للضمان أمن وسلامة هبوط الكبسولة بأمن وسلامة. وهناك إشارة أخيرة لآخر التحترات لعملية الهبوط. وأفراد البحث والإنقاذ يستعدون في المواقع الأربعة لإجراء عمليهم قبل هبوط هذه الكبسولة العائدة من الفضاء. وتكاد فرقة البحث والإنقاذ المتكونة من أكثر من ثلاثين عربة تتسارع إلى موقع الهبوط المتوقعة لإجراء أو استقبال الكبسولة العائدة من الفضاء. ورغم أن طرق المؤدية إلى موقع الهبوط وعرة إلى حد ما إلا أن نتيجة الهبوط لكبسولة الصينية العائدة من الفضاء سوف تتكلل بنجاح تام. وفي الوقت الحاضر البيانات الصادرة عن المروحية من فرقة الإنقاذ كل البيانات الصادرة عنها تجري بشكل سلس. ولتزال الكبسولة تحلق في الهواء مع المظلة الكبيرة أو الجبارة لتخفيف سرعة هبوطها وذلك بعد عودتها من الفضاء وفي الوقت الحاضر القاعدة الكبرى للكبسولة تتجه إلى جهة الكرة الأرضية وذلك لضمان ارتياح رواد الفضاء أثناء هذه العملية الحاسمة وطبعا تجري في الوقت الحاضر عملية تنبؤ لموقع الهبوط للمرة الرابعة وتعتبر هذه هي المرة الرابعة لتنبؤ موقع الهبوط للكبسولة العائدة الصينية من الفضاء لهذا تلقت كل الوحدات من بيانات أو تنبؤات لمواقع الهبوط للكبسولة العائدة الصينية من الفضاء وبحسب البيانات الأخيرة فإن عملية الهبوط تجري بصورة ثلثة ويشعر كافة رواد الفضاء الثلاثة بالارتياح في هذه العملية قبل وصولهم أخيرا إلى الكرة الأرضية وطبعا إلى حتن الوطن الأمة وذلك بعد قضائهم تسعين يوما في الفضاء الكبسولة توشك أن تهبط أخيرا بنجاح وحسب البيانات الأخيرة فإن الكبسولة عادت إلى الكلة الأرضية بشكل ناجح وطبعا هبطت الكبسولة على أرض الصحراء القاحلة بشكل ناجح أما الآن فتتسارع فرقة البحث والإنقاذ للاكتراب من موقع هبوط الكبسولة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ وممكن أن نرى أن المروحية قد اكتربت من موقع الهبوط لمراقبة ودع هبوط المركبة الفضائية وفي الوقت الحاضر تم هبوط المركبة الفضائية بقاعدتها الكبرى في تحت والجسد الأعلى بالكبسولة في الأماكن الأعلى فهذا لضمان ارتياح هبوط رواد الفضاء في هذه العملية الأخيرة وطبعا هذه القتعة من الأرض خالية من السكان وهناك نوع من الطرق الوعرة وذلك للضمان الأمن والسلامة في عمليات الهبوط لمركبة شنجو الفضائية الصينية الآن فرقة الإنقاذ والبحث تقترب إلى حد كبير من كبسولة العودة التي هبطت قبل قليل من الفضاء إلى القرة الأرضية ويتسرع أفراد البحث والإنقاذ للإقتراب من الكبسولة بشكل أسرع للإقتراب من موقع الهبوط الآن وصل بعض أفراد فرقة البحث والإنقاذ من المركبة الفضائية التي هبطت قبل قليل الآن هم يجرون ببعض أعمال المراقبة والقيس لتحديد الموقع وضمان العمال الآمنة في هذه العملية الأخيرة الآن تقترب كل الفرق للبحث والإنقاذ من موقع هبوط الكبسولة الصينية التي تدعى شنجو 12 ويحملون معهم بعض المستحترات والمستلزمات لإجراء عمليات المراقبة لموقع الهبوط الآن يتم إجراء الفحث للمظهر الخارجي لكبسولة العودة وهناك خمس مروحيات للبحث والإنقاذ تحبط في موقع الهبوط ومضح الواجهة الخارجية للمركبة تم إحتراقها خلال عملية الخبوط والآن حبطت مروحية بقرب من موقع حبوط المركبة ويتجح أفراد فيرقة البحث والإنقاذ إلى المركبة لإجراء الفحث والآن تم فحث المحرك الدفع العقسي للهبوط وأظهرت النتيجة أن المحرك في حالة جيدة وسليمة والآن يتم إنشاء منطقة آمنة حول المركبة ويكون الموظفون بمعالجة المركبة العيدة وبعد قليل سيخرج رواد فضاء من المركبة والآن العاملون والموظفون يقومون بمعالجة المركبة وفحث ظروفها وتاقم بحث وإنقاذ يأملون في الموقع والآن هم يستعدون لفتح مركبة العودة سيتم فتح باب المركبة من قبل الموظفين على الأرض وخلال هذه الفترة يقوم رواد فضاء بطاق المركبة بفصل المظلة والآن يقوم ثلاثة عاملين بفتح باب المركبة والرواد فضاء يمكنهم رؤية الموظفون العاملين عبر نافذة للمركبة ويمكنهم أيضا يسمعون العاملين بخارج المركبة وفي هذه الخطوة يساعد الموظفون على الأرض في فتح باب المركبة وهم يقوم بالتواصل مع رواد الفضاء لتعقد من وضعية وصحة رواد فضاء لفتح باب المركبة يتواصل رواد فضاء مع أفراد فرقة البحث وإنقاذ وكذلك يمكنهم التواصل مع مركز التحكم في باكين لإبلاغ عن وضعيتهم وظروفهم الصحية الآن تم فتح باب المركبة قد فتح باب المركبة ويتم إجراء فحص للظروف الداخلية للمركبة والطاقم الطيبي يتعاكد من صحة رواد فضاء ويجري الفحص الطيبي الأول لهم والآن يتم إجراء الفحص وحسب ظروف الجسدية لرواد فضاء سيتم توفير لهم بعض المواد القذائية وخلال هذه الفطرة إذا كانت ظروف الوضع الصحية جيدة سيخرجون من المركبة بشكل مباشر الآن يتم الفحص الطيب الصحي لرواد فضاء ورواد فضاء الآن يقوم بالتكيوف مع القوى الجاذبية أكد طاقم الطيب أن رواد فضاء في حال الصحية جيدة وهذا خبر صار ومن المهم أن يعود رواد فضاء في حال الصحية جيدة وخلال مدة أكثر من ثلاثة أشهر في الفضاء أميل الرواد فضاء في بيئة عدم الجاذبية لذلك بعد عودتهم إلى الأرض سيستغرق بعد الوقت لرواد فضاء في بيئة القوى الجاذبية وتم إتخاذ بعض الإجراءات لمساعدتهم على التعود على القوى الجاذبية وضمان صحة الجاذبية لرواد فضاء وآلآن يتم إتخاذ بعض المساعدة لرواد فضاء لمساعدتهم على الأقوف لأنهم كانوا في بيئة عدم الجاذبية في الفضاء ولمدة طويلة ومن الصعب عليهم أتأوض على القوى الجاذبية على الأرض خلال فطرة قصيرة وسيأخذ الرواد فضاء بعض الوقت لأتكيف مع الظروف على الأرض وسيحفظنا على وضع جاليس خلال تنقلهم من موقع الحبود إلى مركز تحكم في باكين باكين وفي مساء اليوم سيتنا واللونة وجبتهم على الأرض وليس بعد أودتهم إلى الأرض وحسب ظروفهم الصحية سيتم يأطى بعض المساعدة ويتم تنفيذ بعض الإجراءات لإجراءات لتعامل مع الظروف الصحية لرواد فضاء خلال أودتهم إلى مركز تحكم أودتهم إلى الأرض سيخضعون أي دون حجر الصحي لمدة مؤينة حيث سيتم إجراء فحث لوضعهم الصحي وتقييم الأثار العمل في الفضاء على أجسادهم وتأكد من وتقييم مدى فعالية الإجراءات لضمان صحتهم الآن يقضي مركز تحكم ببقين التحاني لرواد فضاء على أيدنا إلى الأرض ورواد الفضاء يعبرون عن شكرهم لما تلقوا من الدعم الكبير من جميع تواقم أعمال القضية الفضائية الصينية وطبعا بعد أعدتهم من الفضاء سوف يتم ودعهم في الحاجر الصحي لمدة أكثر من أسبوع فيبدو أنهم لا يتمكنون من قضاء عيد منتصف الخريف الذي يعد من أهم الأعياد التقليدية الصينية مع أفراد أسرهم إلا بعد خروجهم أو انتهائهم من الحجر الصحي الآن يقترب أعداد متزايدة من أفراد البحث والإنقاذ من موقع هبوط المركبة الفضائية الصينية التي تدعى شانجو 12 وقد تغلب رواد الفضاء الصينيون على صعوبات تتمثل في فقدان الاتصال مع أفراد أو أعضاء أسرهم وزملائهم وأيضا هناك ظروف قاسية وحازمة ضمن جولتهم في الفضاء وذلك لإتمام مهمتهم الآن يعلن مركز التحكم أن مركبة شانجو الصينية الفضائية رقم 12 مهمتها تكللت بنجاح تام الآن يجري أو تجري عملية أخذ عينات للأحياء أو جسيمات الأحيائية وبعض عينات الهواء من داخل الكبسولة العائدة من الفضاء للقيام ببعض التحاليل حول البيئة المتمثلة في الهواء وبعض الجسيمات المتواجدة داخل الكبسولة تستمر أعمال المراقبة لهبوط مركبة شانجو 12 الصينية وطبعا بعد عودتها الناجحة من الفضاء وذلك عقب جولة رواد الفضاء الصينيين التي استغرقت أكثر من 90 يوما في الفضاء وطبعا كانت رحلة شقة وأجر بعض التجارب العلمية والبحثية خلال إقامتهم وجولتهم في الفضاء تزال عملية البحث والفحص والمراقبة مستمرة في ساحة الهروب أما في مركز التحكم المركزي في بكين فهناك لافتة جبارة تكتب عليها كلمات تهنئة رواد فضاء الصينيين وكافة أفراد تواقم العلمية والتكنولوجية وسائد الزملاء بنجاحهم أو بإتمامهم هذه العملية التاريخية بالشكل الناجح وطبعا تجري عملية الإنقاذ والخدمة مستمرة في ساحة الهبوط بعد أصول الكابسولة العائدة التي تدعى شنجو 12 إلى الكرة الأرضية وتحديدا في ساحة دونفونغ للهبوط وبمعنى أن عملية إطلاق وهبوط مركبة شنجو 12 الفضائية بنجاح تام وحسب التعبير الخبير فإن رواد الفضاء قد اكتسبوا تجارب حاسمة ومهمة خلال إقامتهم ومهمتهم التي تجرى أو أجريت في ساحة الفضاء خلال الأيام التسعين الماضية رغم أنهم وجهتهم صعوبات كبيرة وعوايق كبيرة خلال هذه العملية التاريخية إلا أنهم قد بدلوا أكثر جهدهم لتغلب على الصعوبات بكل أنواعها وظلوا يعملون بلا كلل ولا ملل خلال إقامتهم في المركبة الفضائية التي تدعى شنجو 12 وأيضاً أشر الخبير إلى أن هناك ساحة لرفع كفاءة المركبة الفضائية المتمثلة في التحكم وخاصة التحكم الإلكتروني بصفته مركبة علمياً متقدمة وأيضاً يحتاج إلى جمع بيانات أكثر والتجارب أوفر لضمان أو رفع كفاءة المركبة الفضائية الصينية وخلال عملية الخبوط سمعنا أن الرواد فضاء يتحدثون وهم في حالة مريحة ومستقرة وذلك بفضل تعديل الحيكال الداخلي للمركبة لضمان ارتياح رواد فضاء ترجمة نانسي قنقر